هذا وكان الرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعلن أمس تشكيلة الحكومة الجديدة مؤكدا أن التأخر في إعلانها جاء حرصان على تمثيل جميع السودانيين مضيفا خلال مؤتمر صحفي أن إنهاء الحرب وإرساء السلام على رأس أولويات المرحلة الانتقالية من تاريخ السودان أعين الشارع السودانية تتجه نحو الحكومة السودانية الوليدة التي رأت النور للتو عقب التوافق عليها بين القوى والأحزاب السياسية وبعد أن قدمت قوى الحرية والتغيير ترشيحاتها لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك ما يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية في عمر السودان إنصاف التمثيل النسائي كان على رأس أولويات تشكيل الحكومة حيث حازت المرأة السودانية سلس الحقائب الوزارية من بين 18 وزيرا لتتولى ولأول مرة امرأة حقيبة خارجية وتدعى أسماء عبدالله فيما تولت ولاء عصام البوشي حقيبة الشباب والرياضة أما حقيبة التعليم العالي فكانت من نصيب انتصار الزين بينما تولت لينا محجوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولا تزال المشاورات قائمة بشأن المرشحين لحقيبتي الصروة الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والنقل حمدوك طلب أيضا مراعاة التمثيل المناطقي في البلاد والذي يعني انصاف بعض أقاليم البلاد غير الممثلة كشرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان كما طلب الاعتماد على معايير الكفاءة والتحصيل الأكاديمي في عملية الاختيار فصل جديد من تاريخ السودان تواجه فيها الحكومة الوليدة تحديات جمع خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش السوداني والمعارضة المدنية